تلقى وزير الخارجية الجزائرية احمد عطاف الجمعة اتصالا هاتفيا من نظره الايراني علي باقير كني وفق ما اورده بيان لوزارة الخارجية الجزائرية المصدر ذاته اوضح ان الوزيران استعرضا خلال الاتصال التطورات الخطيرة التي تشهدها الاوضاع في قطاع غزة جراء تصعيد الاحتلال الاسرائيلي عدوانه الغاشم على المدنيين الفلسطينيين في مدينة رفح على وجه الخصوص كما تبادل الوزيران وجهات النظر حول سبل وافاق تكتيف الدغوط الدبلوماسية لتعبئة المجموعة الدولية بغية مؤازرة الشعب الفلسطيني وخلال ذات المكالمة تطرق الوزيران الى الاستحقاقات الثنائية المقبلة واتفقا على التحضير الامثل لها تعزيزا لعلاقات الاخوة والتعاون بين البلدين